اشتركوا في القناة بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية دايما عم نتعرض احنا وياكم على شمال لبنان على مناطق سياحية على مواقع تراثية على امكنة هي بتعجب الناس من كل المناطق اللبنانية ودايما تنقصد وخصوصا هوات السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة التراثية اللي فعلا بشمال لبنان في مواقع فعلا ليفتي ان كان عصائد مدينة ترابلوس او مختلف المدن والقرى والبلدات الشمالية مرايا شمال اصدقائي هو مساحة محبة وحوار وطلاقي هو جسر التواصل بين شمال لبنان وكل المناطق اللبنانية والمغتربات منهم نتوجه بتحية لكل المغتربين ودايما منقل لهم لبنان مشتعل لكم وشمال لبنان مشتعل لكم اليوم حلقة غنية نحن وياكن وكاميرا الزميل امي سليمان بعرفنا اليوم شو عنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال موسيقى موسيقى دورات تأهلية للطلاب وتلبية متطلبات سوق العمل من الخريجين في التعليم العالي كان عنوان المؤتمر الذي نظمه ملتقى الخير للتنمية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ترابلوس وحضروا فعاليات اقتصادية وهيئات اكاديمية وتربوية واجتماعية ومهتمين نحن بجمعية ملتقى الخير والتنمية هي جمعية تهتم بالتنمية البشرية اكتر ما تهتم ببقية الامور يمكن اليوم هي صارت ملحة بس ولكن هي منها شغلة منه استراتيجي نحن من اكتر من عشر سنين نشتغل على موضوع التنمية البشرية بعكر واليوم عندنا هالمؤتمر اللي بيقول انه اللي تحت عنوان تلبية متطلبات سوق العمل من خلال مخرجات التعليم العالي ليش العنوان بهالطريقة لانه نحن دائما عم نحس في فجوة بين خرجي الجامعات وسوق العمل نحن عم نعمل اليوم عم نعمل هاللينك بين طلاب الجامعات نعمل لن تدريب معين ليفوتوا بسوق العمل بسلاسة اكتر وبقوة اكتر عم ناخد هالطلاب المتميزين لانعمل لن هالدورة ليفوتوا بسوق العمل ويتأمل لن وظيف بشكل اسرع واهم بعد هاليوم فيه تكملي فيه استراتيجي لشيء مستقبلي؟ اكيد لانه نحن حتى هده المشروع هو منه اول مشروع هو هده يعني part two من مشروع بلش العامل الماضي طبعا نتغير شوي باستراتيجي المشروع نحن العامل الماضي خدنا نعمل لها اندورات المشروع السيني عايكون يعني من خلال تقريبا اضافة بعض المناهج للجامعات لحتى تصير هي بعدين تستمر لوحدة يعني هي استمراريتنا بتكون من خلال الجامعات وموعودين كمان انه كمان هده المشروع بالاتفاق مع سبارك ومع الصندوق الكويتي للتنمية انه هيكون له part three وpart four اذا ممكن استاذ زيزايد حمزي بعتاد المسيرة مستمرة بملتقى الخير والتنمية تمام تمام مستمرة خصوصا في تطوير وتمكين الشباب الصاعد والجيل الصاعد يعني هو هذا الطرق تبعنا انه نحنا نقدر هالشباب اللي هني عم يخرجين جدد او القاعدين بالبيوت نقدر تعملهم تمكين على مستويين على مستوى الفكري يصور قادرين يفكروا بطريقة تحليلية ونقضية صحيحة ويقدر ياخدوا قرار صحيح وعلى المستوى المالي يكثر عندهم ملائة مالية ما بحاجة لحدا يشتريون وبيع فيهم خصوصا يعني نحنا اللوكيشن تبعنا والمنطقة التأثير تبعتنا عكار يعني بهمنا نحنا نركز على هذا الموضوع كيف التفاعل التجاوب يعني كيف وقع هالموضوع السنة الماضية هذا المشروع هو امتداد للمشروع اسمه skill up match up skill up match up بالحقيقة عمل بومينج بشر الأوسط لأنه المنظمة اللي هي اللي هي سبارك عملت نفس المشروع بالاردن وبتركيا وبلبنان مشروع لبنان السنة الماضية واللي على اساس وخدنا هالسنة استطعنا تدربنا 300 طالب جامعي من أربع جامعات وقدرنا وظفنا هايدي هايدي الأمر الكتير critic انه قدرنا وظفنا 110 طلاب صاروا صاروا permanent employee not partial ولا يعني full time فلذلك هني قالونا انه هيدا البروغرام اللي انتو عملنه والنجاح اللي انتو يعني وصلتوله هو اللي عملنا push up على مستوى شر الأوسط طرابلس شعار الغرفي طرابلس عاصمة اقتصادية وما في اجدر من طرابلس لتقوم بهاك مبادرات مع العلم انه طرابلس تملك نخبة الجامعات الموجودة على الارض اللبنانية فلابد منها التعاون وانت بتعرف تماما اليان بدقوا الدول المتقدمة ما في دولة الا من رابطة مع الجامعات ضروري هيدا الربط لحتى نشوف هايك نتيجة طبعا لابد من الاشارة الى هذه النشاطات الى اهمية كتير كبيرة وبالغة بمدينة مثل طرابلس متوقع لقالة ان تلعب دور كتير كبير اقتصادي وحقيقة نحن عم نستهدف عنصر الشباب بهذا النوع من النشاطات للسبب ان الشباب هن اللي حيكونوا العناصر اللي بدأت قود هذا المشروع بالشركات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة فانت عليك ان تتوجه الى المصنع الاساسي لانتاج هذه الطاقات الشابة وتوجيها الجامعات اهمية هذا اللقاء انه يعقد توأم اذا بدك اذا صح التعبير بين الهيئات الاقتصادية التي سوف تستوعب هذه الطاقة الانتاجية والشبابية الكفوة وبين الجامع التي تنتج هذه الطاقات ولما بصير فيه تنسيق وتناغم نحن منوصل لاعلى مستويات الانتاج ومنوصل للذروي اما اذا كانت الجامعات في وادي والهيئات الاقتصادية في وادي فهنا طبعا لن يكون هناك تقدم او ازدهار مشروع سكال اوب ماتش اوب هو على مرحلتين المرحلة السابقة كانت بالالفين وعشرين الفين وواحد وعشرين وبعد نجاح اللي قدموا المشروع السابق بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة درنا نأمن فرص عمل لكتير طلاب خريجي الجامعات اللي هو المشروع استهدف الطلاب الجامعات من اجل تأمين فرص عمل لقلهم لحتى نقدر نأمن فرصة العمل للطالب الجامع الخريج قدرنا ندربه على سوء العمل ونوجهه لحتى يكون متميز في عمله وفي مجال عمله المشكلة الاساسية بالتعليم الجامعي مثل ما بتعرفونه بتخرج التلميذ بيضلوا سنة اثنين تلاتة لايلي اي شغل نحن عم نحاول قد ما فينا نربط التعليم الجامعي بالمؤسسات الكتاع الخاص بهالطريقة بيصير شو مطلوب بالكتاع الخاص بيقدر يكون موجود بالجامعات ولازم بسرعة نقدر نوظف الناس وهذه كانت تجربة ناس سنة الماضية الشراكة قديش مهمة بهالمشروع الشراكة كتير مهمة لانه هي الشراكة وخاصة ان احنا للأسف تعرف دور الدولة بالبلد مش موجود الدول الكبيرة شو بتعمل اي تطوير للمناهج بتكون مربوطة بسوق العمل مربوطة بالمصانع مربوطة بالصناعات الكبيرة بتكون موجودة مع خطط الدولة للأسف مش موجودة نحنا عم نحاول نلعب هيدا الدور لنحاول نطور المناهج ونربط سوق العمل نحن مختصين بأمور الاناليتكس البيك داتا الماشين لرنج هذا نظام جديد شوي تقريبا وطبعا بيهمنا يكون عنا مطورين يفهموا هذه التقنية ويساعدوا العملاء الشركات اللي بيحتاجوا هذه التقنية فنحنا عن طريق شراقتنا عم نحصل على طلاب على متخرجين جديد كمان هني حبين طبعا لان بالجامعة بيكون اخدين الاساسيات اخدين النظريات ونحنا عن طريق شغلنا عنا تدريب داخلي مندربهم ومنعلمهم وبيوصل بالأخير انه يعملوا سرتيفيكيشن وشوي شوي مندخلهم ببروجيكس عنا وبنعلمهم كتير امور صوفت سكيلز يعني بمعنى انه انا كيف بحل مشكل كيف بتواصل مع زبون كيف بتواصل مع زملائي كيف بنعمل كفريق عمل وبالأخير انه يكونوا قادرين وجاهزين لسوء العمل حتى يقوموا يكونوا جزء من مشروع او حتى يكونوا مدير مشروع والله في حاجة كتير كبيرة لموضوع التوظيف وساعدة المتخرجين الجديد يلقوا وظائف الفترة هذه الصعبة فاليوم نحنا واجبنا كلنا نتكاتف كرجال اعمال نقدر نساعد هالشباب يلقوا وظائف نحنا لازم نعملهم برامج تدريبية وتوجيه وين لازم يروحوا وشو لازم يتخصصوا مشان هذا الموضوع في الحقيقة احنا فيه تعاون كبير جدا بين الشركات القطاع الخاص وشركات الكمبيوتر بالذات وعندنا طلاب قسم كمبيوتر وقسم ادارة اعمال بنعمل معهم دورات كثيرة جدا عشان نعدهم لسوق العمل بالتعاون مع هذه الشركات وفي نفس الوقت احنا ان شاء الله في صدد ان احنا نعمل اتفاقية بحيث اللي احنا حتى نبدأ احنا عندنا برامج بتاعتنا اب تو ديت يعني اللي احنا بنشوف سوق العمل وبنعد الطالب لسوق العمل ولكن دايما بنطوره ومنطوره من خلال التواصل مع الشركات دي فانا اتمنى لهم كل التوفيق وانا بحريص ان احضر واسمع وجهة نظرهم وجهة نظرهم في الخريجين بتوعنا وفي الطالبة بتوعنا اكيد عم نعيش بظروف اقتصادية ومعيشية كتير صعبة بكل المناطق اللبنانية ولكن دايما في مبادرات انسانية ووطنية مثل ما عم نشوف اليوم هون بمركز التهامة الطبي اللي عم يقدم الخدمة الطبية لكتار من المرضى من مختلف القرى والبلدات العكرية هالمركز اليوم عم يقوم على مبادرات فردية من فضيلة الشيخ الدكتور ناجي علوش طبعا اللي حب ان يكون مع الانسان المريض وخصوصا هون في خدمات انسانية وخدمات طبية واصبح هالمركز شبه مستشفى بدي لك يعطيك العافي فعلا مبادرة قيمة اهلا استاذ منزر بشكر مبادرتكم تلفزيون لبنان والاستاذ منزر الوجه الاعلامي الطيب وانا بسميه مريت عكار فاهلا وسهلا فيكم على هالمبادرة الطيبة لشك انه عكار يعني المنطق المحرومي على كل الصعود وبداية في الجانب الطبي العلاجي من هذا المنطلق نحنا وجدنا انه من الواجب ومن الضروري جدا انه نسكر نحنا بهذا الجانب طبعا نحنا بعد معنا عدة مؤسسات تربوية معهد مهني مدارس عندنا عندنا كتير من المجالات التعليمية وجدنا انه المجال الطبي نحنا بحاجة جدا لأله بعكار واخترنا الموقع الوسطي بعكار اللي هو يعتبر الشريين الاساسي الرئيسي بهذا الموقع ومكتص بالسكان ويسهل الوصول اليه ونحنا بني على الطريق العام من هذا المنطلق اليوم عندنا اكثر من خمس تلاف مريض شهريا نحنا المركز بيفتح 24 ساعة على 24 ساعة ما بيسكر نهائيا بيستقبل من كافة الكرة ومن كل الطواقف وحتى من جنسيات متعددة يعني اللي موجودة ضمن لبنان والكل بيتعاملوا المعاملة الحسنة مع فريق طبي وطمريدي مميز والمركز بيضم اكسام متعددة ومؤلف من عدة طوابق يعني ممكن يتبادل للبعض انه مركز هو مستوصف لا مش مستوصف نحنا مستشفى يعني اشبه بمستشفى ان شاء الله على خطة مستشفى اكبر عدة طوابق نحنا منخدم المرضى في اسم الطوارئ في المختبر في المنامي نحنا منستقبل المرضى بنامو عنا يعني علاج كامل عنا ايضا تخطيط السماء عنا تخطيط القلب عنا الايكو عنا الاشعة عنا البانوراميك كل التجهيزات موجودة بالمركز والفريق اللي بيعمل بالمركز يعني ضمن دوامات يعني اكتر من دوام عنا ثلاث دوامات بالمركز بيستقبلوا المرضى ومحل اهتمام كل مريض بيجي على المركز يعطيك العافي الاستعلمات دورة مهم بهالمركز اسم الكريم هنق قاسم ست هلا يعني دورك اساسي هون لعن بيجي المريض مش عارف حاله شو بديعمل بيجي بحالة صحية معينة بيجي لعند حضرتك انت اللي بتوجه مش فيك منواجه هنحنا مفوتو دوري عالطوارق منشوف ايا خدمة بدوياها منكشف عند ايا دكتور وحسب حالته صحية يعني اكيد بيجو الناس عندو حالات صعبة كتير مثلا بيجينا كل الحالات لهن والحمد لله يعني ايا حالي طارق نحنا عم نخدمها ونشوف شو بدو وايا كان من دخول مريض لايا كانت حالي نحنا استاذنا الكريم بمركز تهامة طبية باسم العظم الحمد لله منغطي قصم كبير ومنشيل عبق عن الناس كتير تعرف العظم كله يرتبط بالمستشفيات كجراحة كبلكات كبراغي كأمور هلأ بما جهودنا الشخصي وبما ربنا بيقدرنا فيه أمور كتير عم نشتغلها هان وعم نقدر نساعد العالم وبخصوص الجراحة يعني سهلين على العالم كتير 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 وعم نشيل قصم يعني نخفف عمد استوضح منك يعني إذا واحد عنده كسر عنده مشاكل مقبولة ممكن ضمن المركز يأخذ الخدمة الطبية بعملية جراحية بعملية جراحية صغيرة ووسطة طالما فيه تخدير موضعي أو تخدير يعني لوكال منسمي نحنا رد كسر بسيط شيل السياخ شيل أمور هذي كلما في داعي نفوت المريض بتكليف المستشفي وبتنشيل هان والله عم ناخد خيروت الله وهذا شيخنا وحبيبنا يعني هذا له فضل كبير على المنطقة ويقول له يكتر خيره بس بدنا نحنا أسا بدنا دعم بدنا ندعمه لفضيلة الشيخ لحتى يكمل يعني المسيرة الأدوية المزمنية حاجة أساسية لكتار من المرضى خاصة في هالأيام الدواء مش موجود بالصيدليات وركن هون المؤسسات عبتقدم أسامة عطيه حظتك مسؤولة الصيدلية خبريني يعني ديش مهمة هالصيدلية للمرضى وده بيجوكي مرضى هيدا الشي مهمة كتير بالنسبة لألنا لهالأوضاع المعيشي اللي نحنا عم نعيشها هلأ بين بنان منساعد المرضى بيجينا حوالي بشي خمسمائة ستمائة مريض بنهار ونحنا بنقدم هيدا ستمائة مريض بنهار بيجيكي بدو دواء مزمن دواء مزمن واكتريتون انو لبنانية بما انو ما في هالدواء اللي عم يتوفر برا نحنا عم نوفره هون بمساعدة جمعية انارا هني بيجو بعون وصفات طبية ولا هني بيخدعهم لا بيفوتوا عند حكيم صحاب بيكشفه عليهم بيعملوا اللفحوصات اللازمة والدواء اللي بياخدوا نحنا منقدم لهم بيخل المركز بيتمب الكشف بيخل المركز مزبوط حقيقة دعم المؤسسي هو دعم شخصي مني أنا أنا مسخر يعني شركاتي وتجاراتي ومؤسسيتي التجارية لدعم المركز وإضافة للتعاون مع بعض الجهات مثل مؤسسة أنارا فقط هي بتعامل معنا في مجال الأدوية المزمنة الأدوية المزمنة هم نوزع لحوالي 3000 مريض شهريا أدوية مزمنة مجانية ضمن نظام معين المرضى بيخضوا كل شهر دواهم بخصوص الدعم طبعا أنا اللي بيدعم مني شخصيا المركز إلى إيماني وقناعة مني بأهمية المركز وبأهمية هاي الخدمة الحيوية اللي فعلا نحن بيأمس الحاجة لألاء نحن نطبب المرضى نعالج الألم الألم الحقيقي هون مع الألم الاجتماعي مع الألم الاقتصادي مع الألم المتعددة الألم الجسدي أيضا اللي عم يعيشوا كتير من المرضى نحن بيجانبهم وأنا عم أدعم شخصيا وبأكد أنه المركز لا يتلقى أي مساعدات أو دعم لا من جهات ولا من أشخاص لا محلية ولا دولية لقاء الأحد الثقافي اللي بيضم نخبي من أهل الثقافة والفكر في مدينة ترابلس دائما عندهم نشاطات ثقافية اجتماعية وحوارات هاتفة اليوم عبي كرمو جمعية للخير أنا وأنت ورئيستها سيدة ياسمين غمراوي زيادة لأنجزتها بمدينة ترابلس خصوصا إنارة الشوارع رئيسية بالمدينة الدكتور أحمد علمي أهلا وسهلا فيك يعطيك العظم الله يعافي قلبك يا رب أهلا وسهلا فيكم وطبعا شكر لألكم كمان أنتم عم تضو على أي نشاط ثقافي اجتماعي فكري مخطيين كلها النشاطات لألنا ولغيرنا بالطبع اليوم طبعا كان دور الأستاذة ياسمين يعني أستاذة ياسمين صرت العالم كلها بتعرف إنجازاتها وأنا حتى سميتها يعني المحاربة في للقضاء على ظلامين ظلامة الجهل يلي بتمثل بالمراكز الدعوية والدعائية اللي عم تقوم فيها وتوجيهية يعني تحديدا وهالأشياء اللي عم تعمل بالسوارع هالإنارة طبعا هايدي لقيت استحسان كبير جدا وخفيفة كتير من الضغط اللي عم يعيشوه أهلنا بترابلوس مع غياب مع الأسف الدولة مع غياب السلطة مع غياب المسؤولين بدون ما نوسع الكلام أكتر من الطبيعي إنه إسجاما مع أهدافنا بلقاء الأحد الثقافي إنه نضوي على كل المبدعين والعاملين في سبيل البلد في سبيل أجيالنا في سبيل الناس من الطبيعي إنه يكون إجا دورة للاستاذة ياسمين ونحن كتير مبسوطين باللقاء فيها وإن شاء الله دائما نحن على تواصل معكم كأعلميين مثل ما بيقولوا وطنيين متابعين ومع أي إنجاز بيقوم فيه حدا من أهلنا ومن شبابنا في سبيل ترابلس والشمال ولبنان عموما طبعا أستاذ معطس معالم الدين شو كلمتك اليوم للمدام ياسمين زيادة أهلا وشهلا فيها نحن منشجع السيدات الرائدات في العمل الاجتماعي وأي مجموعة بتحب إنه هي كون بهالعمل ونحن منسح على أقل منشان نضوي عليهم بطرابلوس يا رات لو كل السيدات بيشتغلوا مثلك كنا ما منشوف ولا فقير على الطريق كنا ما منشوف ولا واحد عما يفتش بمستوعبات الزبالة الجمعية اللي أنت عملت عملتيا أول شيء اسمها حلو لأنه بذل على أنا وإنت وإنت وأنا تاني شيء ناجحة حتى كل شيء منه ناجح اقتصاديا ما بيمشي أنت ناجحة اقتصاديا وعمت سعدي الفقير هذا معناته إنه نجاحك لحيكون مستدام سيدة ياسمين اعتبرت أن انتفاضة المرأة الترابلسية يعني الحقيقة بتاريخ ترابلس لحد الآن كتير سيدات طبعا أفضل وإلهم أعمال كتير بس بالنسبة لهالنشاط اللي قامت فيه سيدة ياسمين الحقيقة هي نشاطات إنسانية ونشاطات بيئية ونشاطات اجتماعية وخدمات ومساعدات للفقراء بالمدينة وللمحتاجين الحقيقة أنا تعرفت تعرفت علي السيدة ياسمين من خلال أعمالها هذي بعدين أنا اشتركت أنا وياها بعدة أعمال ووجدت عندها النظام والإرادة والتصميم والمسابرة والاستمرارية والأخلاق العالية والحب العمل يعني في كتير بيحكوا ما بيفعل وهي من السيدات اللي بتقو بتحكي وبتفعل بتنفذ يعني بدي إلا لا ياسمين هي عم تنور ترابلوس عم تعمل شي بيشبهها هي إنسانة منورة مشان هيك عم بتنور هي خريجة الجامعة اليسعية وأنا كتير فخورة بكل شي عم تعمله لأنه بتعمله من قلبها وبإيمانها وبكل عطاء بقى بتعمل شي بيشبهها هي عم بتنور ترابلوس لأنه هي منورة مادام ياسين غمراء وزيادة بديلك مبروك التكريم اليوم يعني فكرة حلوة من أهل المدينة فعلا عم يقول لك شكرا على إنجازاتي في اليوم بتنور الحمد لله هيدا أقل شي نحنا منقدمه لمدينتنا ترابلوس وترابلوس بتستحق كتير وإن شاء الله هيدا بداية المشوار خبريني عن عملكم كجمعية للخير أنا وأنت أنا فهمت من المكرمين اليوم أنه أنت بتقومي بعمال خيريا كتير وإخر شي إنجاز لعندي كان إنارة المدينة الشوارع المدينة اللي هي عبتعاني من الضباب صحيح نحنا بالأصل جمعية خيرية بس ولكن عنا مشروع تنمية وإرشاد نحنا بدأنا أول شي بتنظيف بعض الشوارع بترابلوس فنحنا هذا المشروع يعني كنا بديم فيه من أشهر وهلأ نحنا بداية نبلشنا بإنارة شوارع ترابلوس هيدا توج هذا المشروع توج هذا المشروع بإنارة ترابلوس أحلى شي بها العمل أنه أهل ترابلوس هن اللي نوروا ترابلوس كل المؤسسات التجارية المستشفيات الأفراد الكل اللي تجاوب وكل حتقيدوا معنا وأجمل ما في الموضوع أنه اللي نور ترابلوس هو أهل ترابلوس ترجمة نانسي قنقر بالختم مع أصدقائي بكرت دعوتي لكم لزيارة الشمال لبنان بكل المدن بكل القرى بكل البلدات الشمالية وفعلا فصل الخريف وبداية الشتاء ولا أجمل من هيك بالمناطق الجبلية وخصوصا لهوات السياحة البيئية كمعكم مشمال لبنان منظر المرعب عم التصوير لعيمي سليمان وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى